السلام عليكم. ازاي تتعلم تحليل بيانات مع التشات جي بي تي? لو كنت تعرف يعني تحليل بيانات او لا الفيديو ده اكيد ليك. لو عندك مطعم شركة سوبر ماركت او اي كيان بيبيع ويشتري. لو انت دكتور مهندس محاسب مدرس محامي او رجل اعمال او اي مهنة اخرى. فاكيد انت عندك بيانات وبيانات كتيرة كمان. واهم حاجة في البيانات دي ان انك تفهمها وتستفيد منها وتعرف ايه نقاط القوة عندك ونقاط الضعف. يعني من الاخر لازم تحليل بياناتك. عشان تعرف ايه اللي حصل وازاي حصل وليه حصل. وكمان عشان تعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي وايه كمان ممكن يحصل في المستقبل. تحليل بيانات هي عملية بيحصل فيها حاجات كتير قوي على البيانات باتنا. لكن في الاخر احنا عايزين نستفيد من البيانات دي عشان ندعم اتخاذ القرار في المستقبل. النهاردة ان شاء الله نستخدم النموذج بتاعنا النهاردة مطعم اسمه اكس. المطعم ده بيجي في الكاستمر اللي هو الزبون. والكاستمر ده بيجي بيطلب واجبة بيطلب مها مسلا عصير. بالنسبة لبيانات بتاعة الكاستمر بيهمني فيها الاسم بتاعه جاي من اني منطقة. جندر ميل ولا في ميل بتاعه. وكمان ممكن تكون بيانات كتير انا محتاجها. اللي عايز اكتبه بيكون في اسم الوجبة بتاعتي. يعني الوجبة دي اتطلبت امتى? صبح الظهر بالليل. اليوم اللي اتطلبت فيه الوجبة دي. المشروبات اللي اتطلبت. وكمان الوجبة دي عادت قد ايه? عشان تتعمل. اللي بيسموه وكمان العميل مدى رضاء العميل عن الوجبة دي. اللي هو الريتنج. انا اتعمت مع ان انا ما يكونش عندي داتا. وكمان انا هقول له ان انا ما عرفش كمان الداتا دي المفروض تكون شكلها اعمل ازاي. الميزة اللي احنا استفادها النهاردة ان هتعلمني اعمل ايه بالزبط? كمان هتكتب او كود. ممكن اخد ده. وشغاله على بتاعتي انا كمان. السيناريو بتاع المطعم هو السيناريو ممكن اطبعه على اي منتج تاني او اي كيان تاني. المفروض ان انا انسان عادي. انا داخل اكتب برومت. ومش لازم تكون لكن كمان المفاجئة ان انا في الاخر هخلي تكتب لي هي بروفشنال برومت. تعال اكذا نشوف اول برومت احنا كتبناها. انا قلت له ايه? ايه? ايه لواجبات المفضلة لسن او عمره معين? الجندر ايه لواجبات الممكن تكون مفضلة له? لواجبات المفضلة خلال اليوم. ممكن تقول لي ايه البيانات اللي انا ممكن ادخلها. ابتدى يقول لي انت محتاج ايه? الوردر اي دي دي. ديموغرافيكس. انت محتاج ايج. جندر. ادريس ليجون. محتاج الواجبة. الواجبات. الواجبات. محتاج الوردر تايم. محتاج 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 وبتدى يقول لي وده هو اللي كتبه لي. بعد كده قلت له طيب بدي لي عايز اسماء وكمان عايز اقسم عايز اقول له صبح الظهر مسلا بعد الظهر بالليل بالليل قوي. كمان عايزك تكتب لي الحلو هنا في الموضوع اللي قلت له عايزك تعملي في عشر تلاف خلال سنة الفين اتنين وعشرين لمطعم اسمه اكس. وابتديت اعدل كمان في الفايل اللي هو عمله لي لغاية ما وصلت للبرومت اللي هنكتبها دلوقتي. في الاخر التربط من تشادي بتي يكتب له هو اللي تعمل للداتا بتاعتي كمان بكل فكتب لي دي. تعال ان اقراها مع بعض. فانبقول له هنا انا عايزك تعملي دات ست فيها عشر تلاف انت ممكن طبعا تزودها او تنقصها زي ما انت عايز. لمطعم اسمه اكس موجود في نيورك ساتي. خلال سنة الفين اتنين وعشرين. في البيانات دي. في اندكس في اردر ديت في كاستمر نيم في المنطقة نفسها في الجندر في الايج الميل نيم هنا كمان ممكن اعمل شوية على الداتا. فبقول له ايه هنا? لازم الداتا يكون فيها حاجات لها معنى او سبب. زي ايه مسلا? بعض الوجبات ممكن تكون مشهورة او مطلوبة. يعني خلال الشهور الشتاء مسلا في واجبات مشهورة عن شهور الصيف. تاني حاجة بعض المناطق يعني ممكن يطلبوا واجبات اكتر ممكن يكون في عدد سكان اكتر في طلبه واجبات اكتر. كمان قلت له لأ انا بعد ما هو كتب لي البرومت دي انا هقول له لأ انا عايزك تكتب لي برومت بس وكمان الوجبات خلي الوجبات باسماء واجبات مصرية. وتعالى كي نبتدي من البرومت دي نشتغل ونحل البيانات. تعالى كي ناخد البرومت دي. حاجة هنا على واختار وعمل بتاعتي. هنا بيعيد كتابة البرومت نفسها مش بينفزها. بعد ما يستبدل نيويورك سيتي بالكزاندريا ايجيبت. كتب هنا البرومت وكتب لي هنا كمان هنا سماها باسماء مونات الموجودة في اسكندرية. هنا كتب لي عندك المنتزى عندك المنشية عندك محرم بيه عندك سيجابر عندك العصفر. وابتدى يكتب لي البرومت زي ما احنا شفنا قبل كده. تعالى بقى نعمل ران البرومت دي. بحاخدها هنا واعمل واشوف هيعمل ايه? هنا بيقول لي انا فهمت انت عايز ايه? وابتدى يقول لي اوه انت عايز مسلا تكون خلال سنة الفين اتين وعشرين. انت عايز باسماء حقيقية. وعايز كمان الموجودة في اسكندرية وعايز الجندر والايتش والميل وهكزا. هنا انا ارتد له ان عايز تلاتين واجبة. دول اللي هيكونوا موجودين خلال السنة. هيبتدي هو دلوقتي يجينريت الدياتة اللي انا ارتد له عليها. انا ارتد له ان عايز عشرة تلاف ريكوردز. الجميل هنا لو انا فتحت السهم ده. هنا السكريبت اللي هو هيكتبه عشان يجينريت الدياتة. هنا بيكمل. ابتدى يكتب الاسماء اللي حيتعامل معها. طبعا كان مفروض ده اقول له كمان بس مش مشكلة. هنا بيكتب اسماء المناطق. وهنا بيكتب الموجودة في المناطق دي. هنا بس انحطط المنشية فيها مثلا انا فيها تعديات سكان اعلى من منتزى. هنا بيوضح لي بقى هو عمل ايه? ولسه هيعمل ايه? تعالى نشوف كده الاسكريبت. هنا بيكتب اسماء الاطباق المصرية فول مدمس. طعمية. فطير مشلتت. جميل جدا. كان مفروض اقول لي اكتبها بالعربي كمان. شاورما كباب وكفتة. سوبيا. رهيب. واسماء المشروبات هنا. هنا كتب لي بعض الوجبات وكمان المشروبات اللي ممكن تطلب معها. في حول مدمس مسلا ممكن يطلب معها شيبن عناع وقهوة. ممكن كمان يطلب معها امر الدين وقهوة. هنا كمان بيقول اه طيب اللوجيك بيقول ان العميل لو استنى ثمان داعي ممكن يدي ريتنج اربعة. لو استنى تسعة وعشرين داعي ممكن يدي ريتنج تلاتة مثلا. لو استنى خمس داعي ممكن يدي ريتنج خمسة. فايف ستارز. ابتدى يكتب بعض الرقم واحد. كان يوم كزا. العميل اللي يطلبه. نفسها. الجندر. وهكذا. لكن انا ما عنديش الدياتة فانا حقوله دلوقتي. حقوله دلوقتي انا عايز الدياتة دي. يبتدي اكسبورت الداتة دي اللي موجودة عنده في الميموري. هيبتدي يعملها اكسبورت. حيقوله كمان موجودة في اللينكة دي. حدوس عليها. كده بعمل لها دا من لوود. تعالى نفتحها بالاكسل. دي الدياتة اللي هو اعملها. الدياتة دي. فيها اللي انا اقلو عليها. والمفروض ان هي عشر تلاف. ودي الاندكس بتاعت. طيب انا كده عندي ابتدي بقى اقول له طيب انا عايزة ابتدي عامل على الداتة دي. بس انا قريدي مش عارف اعمل ايه اصلا. انا قريدي حافترض ان انا مش عارف اعمل فحقوله دلوقتي. وهشوف كده حيقول لي ايه? في شوية احصائيات ممكن نعملها. هو هنا كتاب لي انا ممكن استفيد ازاي من الداتة دي. حيبتيتي دلوقتي يقول لي طيب انت عندك الايج. المتوسط بتاعه سبعة واربعين سنة. الميني ما هو خمستاشر ماكسيمم تمانين. بالنسبة الواجبة بستنيها سبعتاشر دقيقة او تمنتاشر. اقل الوقت كان خمس دقيقة واكتر وقت كان تلاتين دقيقة. بالنسبة المتوسط بتاعه اربعة وثلاثة من عشرة. معظمه من تلاتة لخمسة. وخمسين في المية من كانوا الطلب من المنشية بس. عالفين تسو مائة وعلى ترشين اردر. وابتدأ قولي كل منطقة كمان اطلب منها كام واضح هنا ان المنشية اكتر حاجة وبعديها محرم بيه وبعديها سي جابر. كمان هنا بيقولي ممكن استفيد منها من الداتا دي. تعال كده نقول له. انا عايز الوردر ديستيبيوشن باي ريجيون. ما ننساش انه كل مرة بيكتب لي السكريبت اللي انا ممكن اخذه وشغاله عندي. دلوقتي انا عايز ديستيبيوشن ده هيرسمه لي. هنا رسم لي الوردر ديستيبيوشن باي ريجيون هنا المنشية اكتر حاجة. وبعديها محرم بيه وسي جابر بعد كده المنتزه اقل والعصفرة اقل. وبتدي اقول لي من الرسمة دي. تعال كده نقول له. طيب انا عايز ديستيبيوشن باي تايم بريد. يعني غالبا قريب من بعض بس يمكن مسلا عدد الاوردرز اكتر مع يعني دي ممكن نزودها من ضمن في البرومت ان يكون في مسلا في وقت معين اكتر اوقات تانية. تعال كده نشوف عايز اعرف الواجبة بتقعد قد ايه? خلال فترات اليوم. هل واجبات الصبح بتتأخر ولا الظهر ولا بالليل? يعني معظمهم بيبقى حواري بياخد حواري سبعتاشر ونص ده الابريج والتايم باي تايم بريد. تعال نشوف كده الوجبات المشهورة. باكاة عندنا يرسم لين تشارت واجبات المشهورة. فتير مشالت اكتر من الفين اوردر. غالبا موزمهم قد بعض اقل حاجة فيهم الطعمية. يعني دي طبعا كلها حاجات عشوائية. انا قريدي حيكون عادي اللي انا هشتعل عليه. تعالي نقول له طيب. انا عايز المنثلي جاب لي هنا عدد خلال الشهور. واضح ان شهر اعلى شهر فيهم هو غالبا شهر عشرة. وقال لشهر فيهم هو شهر فبراير. طبعا دي كلها عادات عشوائية بس هنا بيقول لي. خلال الشهور. تعالي بقى نسأله شوية اسألة وندخل في الجد. هقول لي دلوقتي ايه? هل في علاقة بين والميلز? يعني هل مسلا الرجال بيفضلوا اجابات عن الستات ولا لأ? تعالى كده نشوف هيرد يقول ايه? تعالى نكبر كده ونشوف هنا جاب لي ايه? بيقول لي دلوقتي انت عندك عدد وهنا عندك اسم الوجبات هنا بيض وطماطم. طيب هنا وهنا في كل وجبة هل عدد اكتر معدد بالنسبة للوجبة الوحدة ولا لا? ممكن هنا اقول له كمان ارسمي بالنسبة للرواد المطعم هنا جاب لي لتوزيع اللي بيقول المطعم ده فطبعا مش هي اكبر نسبة تسعة وعشرين واتمان عشرة. بعد كده احرم به. وعندي السيجابر وعندي المنتزى وبعد كده العصافرة. طيب اخر حاجة بقى نقوله له. طبعا في مئة الف حاجة ممكن نقوله له. عايز اكتر مشروبين بتطلبه مع كل وجبة. عشان نعرف لما يكون فيه وجبات هتطلب بعد كده ايه اكتر مشروبات ممكن تطلب معها? كتاب لي هنا في تابل. ايه اكتر مشروبين بتشربوا مع كل وجبة? فمسلا الفطور المشارتت بيتطلب معه اهوة ولبن يما اهوة وشاي بنعناع. عندك مسلا فول مدمس بيتطلب معه شاي بنعناع ولبن او بيتطلب لبن وامر الدين. هنكتفي بهذا القادر النهاردة ان شاء الله. يبقى كده عمالي اكتر من حاجة. اول حاجة ان هو قال لي ايه اهم البيانات اللي انا ممكن اكون محتاجها. تاني حاجة عمالي هو الدياتا نفسها. عشرة تالت حاجة قال لي ايه هي او المعلومات المفيدة اللي ممكن اطلعها. طيب لو عايزين نكمل جزء تاني اللي بيحصل في المستودع او بتاع المطعم. ان شاء الله ممكن يكون مرة قادمة. شكرا لانكم وصلتم لهنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ويريد تكونوا استفادتم منه. ما تنسوش شارك لايك سبسكرايب. ويريد اعرف رأيكم في الكومنس. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.